قال مدرب منتخب كوديفوار سواليو هيدارا بأن جميع منتخبات المجموعة الثانية لديها حظوظ التأهل للدور ربع نهائي فيما أكد ميلوتان سريدوفيتش مدرب منتخب أغندا بأن المواجهة ستكون قوية وأن أي خطأ سيكلفهم غاليا نحتاج إلى لعب مواجهة قوية أمام كوديفوار لتأهل للدور القادم وهي خطأ سيكلف غاليا أهم خطوة لتحقيق ذلك هو احترام الخصم الذي يعد من أبرز المنتخبة في إفريقيا ويملك مدربا جيدا وفارقا رائعا حصولهم على نقطة في مبارتين لا تعكس الإمكانية الكبيرة لهذا المنتخب خاصة من الجانب الفردي كل منتخبات المجموعة تملك فرصة المرور إلى الدور القادم في ظل النتائج المسجلة في بداية المشوار وهذا ما يعطينا الثقة في النفس خصوصا أن مصيرنا يبقى بين أيدينا